السعادة والرضا هدف لنا جميعاً كلنا منبحث عن السعادة أو الرضا تعال اليوم نتعرف على السعادة وعلى الرضا في برنامج بذور الخير فحياكم الله جميعاً الناس اليوم بيبحثوا عن السعادة وحق أي واحد يبحث عن السعادة لكن من لاحظ أنه سعادتنا صارت مرتبطة بأشياء مادية بحيث ليس لها نهاية تعالوا خلنفهم شو معنى السعادة وشو معنى الرضا أبحث عن السعادة ولا أبحث عن الرضا أطلب السعادة في حياتي ولا أطلب الرضا لما نفهم معنى السعادة ونفهم معنى الرضا منحدد بعد ذلك إحنا ماذا نريد السعادة هي فرحة آنية مرتبطة بمادة السعادة هي فرحة آنية يعني بسيطة يعني مرتبطة بوقت هذه السعادة مستبدة من شيء مادي فطول ما هو قاعد يدخن السجارة هو سعيد لكن أول ما خلصت سجارته رجع للنكد اللي كان فيه هو سعيد طول ما هو قاعد يشرب كاس الشاي لكن أول ما خلصت تغير مزاجه إذن السعادة فرحة آنية ولذلك أحيانا يوسوس لنا الشيطان فبيجعل سعادة بعض الناس في المخدرات لما تخلص التأثير المخدرات بده أكثر منها و بتكون عنده جرعة يحتاج إلى جرعة أكبر وأكبر وأكبر وهكذا فلا يقف عنده حد و كل ما فيه قاعد بورط كل ما فيه قاعد بورط كل ما فيه قاعد بورط لأنه أصلا بحث عن السعادة في شيء خاطئ أحيانا بيكون إنسان مرتبط السعادة تبعته والضرر اللي قاعد بيسببه لصحته لنفسه لرئته للمحيطين فيه هو مش مبسوط فأنا ربطت ساعاتي بوجود الأرقيلة أو ربطت ساعاتي بوجود الشيشة ربطت ساعاتي بوجود السيجارة ربطت ساعاتي بوجود المخدرات ربطت ساعاتي بوجود الكحول ولاحظ قاعد يربط السعادة بأشياء مادية وهذه الأشياء مادية غير منتهية فكل مرة يحتاج أكثر و يحتاج أكثر و يحتاج أكثر فيه إنسان ربط ساعاته بوجود المال فهو سعيد بوجود رصيد و قاعد يركض و يركض و يركض أحيانا بالحلال بالحرام بالذل بالعزة هو يحتاج أن يزيد الرصيد لأنه جعل ساعاته بوجود المال فكلما صار عنده رقم يحتاج أكثر يحتاج أكثر يحتاج أكثر فهو دائم الجريان لتحصيل السعادة طب إلى متى؟ إلى مالا نهاية طب وهذا سعادة؟ طب هاي طريق نشوف الطريق الثاني الطريق الثاني اسمها الرضا و الرضا معناه الاستمتاع بالموجود و أن لا تطلب المفقود هاي الرضا و لذلك الرضا هو استقرار نفسي متعة روحانية بأسباب ربانية الرضا احناك في السعادة قلنا متعة جسدية بأسباب مادية متعة جسدية بأسباب مادية لكن الرضا متعة روحانية بأسباب ربانية يعني مستمدة من الله عز وجل و لو كان ما فيش مادة فكم من فقير سعيد آه لأنه وصل للرضا و كم من غني تعيس لأنه يسعد بوجود المال فلو ضيع شيء أو نقص شيء تنتك السعادته الرضا أمر روحاني له أسباب لكن الأسباب مستمدة من الله فقد يكون فقير ما فيش أسباب السعادة اللي عند أخوه لكنه راض و تجده بشوش و تجده مستقر نفسيا و تجده الخيار موجود و الكرم عنده موجود و هو فقير و قد تجد إنسان مريض لكن لسانه لا يفتأ أن يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله فهو واصل إلى رضا لم يصل إليه الأصحاء و تجد إنسان غريب يقول لك الحمد لله يا رب لك الحمد الأرزاق من الله و العطاء من الله و الحمد لله و تجده في غربته راض ما لا يجده أو إنسان ساكن في بلد و بين أقربائه طب الرضا شو الرضا الرضا هو متعة روحانية متعلقة بروحك لكن الأسباب اللي فيها مش أسباب مادية لا أسباب ربانية يعني الله ينزلها عندما أطلبها فصار في عندي سعادة و صار في عندي رضا هو ربنا أي وحد اختار للنبي عليه الصلاة و السلام بما أنه النبي عليه الصلاة و السلام أحب الخلق إلى الله ربنا اختار للسعادة ولا اختار للرضا ربنا قال له في القرآن الكريم وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى مش فتسعد وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى مش فتسعد لأن سعادة زائلة والرضا باق فإن الله سيعطيه حتى يرضى حتى يستقر نفسيا ماديا معنويا فيرضى بالموجود ولا يطلب المفقود فيتوجه لسانه إلى الله قائلا الحمد لله فأنت سعيد ولا راضي أنت في حياتك سعيد ولا راضي لو كنت سعيد مع زوجتك لأنها جميلة أول ما تشوف واحدة أجمل ستزول السعادة وتبحث عن واحدة جارة لو كنت سعيد في مالك ورأيت إنسان عنده مال أكثر من مالك ستزول السعادة وتستقل ما أعطاك الله وتبحث عن زيادة فيزول السعادة لو كنت سعيد بسيارتك أول ما تشوف سيارة أجمل ولا أحدث ولا أحلى ستزول السعادة بما تملك وتتوجه إلى ما هو أفضل فسعادتك آنية لكن لو عودت لسانك على كلمة الحمد لله الحمد لله على كل شيء الحمد لله على العطاء الكثير الحمد لله على العطاء القليل الحمد لله على الطعام اليسير الحمد لله على الطعام الكثير الحمد لله فقد تعلقت روحك بالمعطي وليس بالعطاء وكل من علق روحه بالمعطي زاده من عطائه لأن الرغبة بدأت في القلب لا بما ملكت يداك من مال دائما و أبدا لما نتعلم لما نتعلم كلمة الرضا تقنع بالموجود اليوم نعم ربنا كثيرة اليوم عطايا الله عز وجل عديدة و مع ذلك ما زال القلب يلهث و يتعب و يشقى لتحصيل المزيد مش غلط لا مش غلط مش معناه تديم قلك أقعد لا معاذ الله إني جاعل في الأرض خليفة ليعمرها مش معنى ذلك أنه أنا والله أكتفي بالموجود لا معنى ذلك أنه وأنا أسعى في درب حياتي مهما أعطاني الله فأنا قابل بالرضا مهما أوتيت من الله عز وجل فيارب لك الحمد الرضا معناه الارتباط بين العطاء و كلمة الحمد لله الرضا معناه إلا لا أربط سعادتي بشيء مادي فقد يكون الرضا أحيانا بخلوة أن أجلس بيني و بين نفسي فأذكر الله عز وجل فيملأ الله قلبي من الرضا ما لا يملأه لا بجمعة الناس ولا بكثرة الطعام والشرار هو سيدنا بلال كان راضي و لمش راضي و هو تحت الصخرة هو ظاهر الألم ظاهر الموضوع الألم لكن روحه راضية هو النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من الطائف و قد سالت قدماه الشريفتان دما و هو يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون شو قال في آخر المناجاة لك العتبى حتى ترضى يا ربي أنا راضي هو راضي النبي عن الدم لا مش راضي عن نزول الدم راضي عن تقديم الدم في سبيل الله هو سيدنا عثمان ما كان راضي بدفع المال كان راضي راضي عن نفقة لا هو راضي أن ينفق ليدخل الرضا على قلب رسول الله هو سيدنا علي لما نام في الفراش رضي الله عن سيدنا علي كان راضي أن يموت لا مش رضا بالموت ولكنه رضا بأن يفدي رسول الله بدمه و يفدي دعوة رسول الله بروحه رضي الله عن سيدنا علي كلمة الرضا مش معناها يكون قدامي أكل كتير و شرب كتير و سيارة حلوة و ساعة بإيدي و رصيد في جيبتي و رصيد في البنك مش إنه حرام لا لكن ليس هذا الرضا ليس مصدر الرضا هو وجود المادة مصدر الرضا أن تغذي الروح ألا بذكر الله تطمئن القلوب و شو معنى تطمئن ترضى لأن القلب لا يطمئن إلا إذا كان راضيا شو رأيك تجرب هالتجربة معي شو رأيك تجرب هالتجربة تقول الحمد لله مئة مرة الحمد لله و مش بس هيك بلسانك الحمد لله الحمد لله لا الحمد لله و تبدأ و أنت تحمد الله عز و جل تستذكر النعم الحمد لله نعمة الصحة الحمد لله نعمة الدين الحمد لله نعمة المال الحمد لله نعمة الولد الحمد لله الحمد وإن تعدوا نعمة الله لا تعصوه وتبدأ تحمد الله يا رب لك الحمد يا رب لك الحمد تبدأ تحمد الله عز وجل وإن تحمد الله لاحظ قلبك كيف يعمل ستجد أنه نبضات قلبك وشتات فكرك وسوداوية كثيرة في تفكيرك بدأت تزول وتتلاشى مع الحمد لأنك تصل إلى مرحلة الرضا لأنك تتدرج في الرضا تعالوا نعلم أولادنا اليوم على الرضا أولادنا اليوم ينشأوا استهلاكيين كل موبايل بده أحسن منه كل سيارة بده أحسن منه وكل بوت رياضة بده أحسن منه وكل لبس بده أحسن منه أولادنا يركضون ويركضون ويركضون لم يبلغوا درجة الرضا تعالوا نعلم أولادنا اليوم القناعة بالموجود تعالوا نحكي لأولادنا اليوم أنه إذا كان في عندك طعام مش عاجبك في غيرك مش لقيه تعالوا نحكي لأولادنا اليوم عن ناس قاعدة بتموت من الجوع بتموت من البرد مشردة من أوطانها مشردة من دورها لاجئين في خيم وإحنا الحمد لله في بيوت تسترنا وملابس تغطينا ومكان النام فيه ولقمنا كلها نقول لأولادنا الحمد لله انعلم أولادنا الرضا بما أعطانا الله عز وجل نعظم قيمة النعم اللي ربنا أوجدنا فيها وربنا أعطانا إياها سبحانه وتعالى نعظم قيمة المنح اللي ربي سبحانه وتعالى أكرمنا بها في الدنيا ونقول له يا رب لك الحمد وربنا وعدنا في القرآن الكريم لئن شكرتم لأزيدنكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي للشديد وكفرتم يعني غطيتم النعمة وقلنا لا شفنا ولا معنا خبر ولا في نعم ولا ربنا أعطانا انعلم أولادنا وانعلم أنفسنا طبعا القناعة بالموجود انعلم أولاد نقول يا رب لك الحمد مدام في لقمة خبز يا رب لك الحمد مدام في كاسد شاي يا رب لك الحمد مدام في غطى يسترني يا رب لك الحمد مدام في بيت يأويني يا رب لك الحمد علموا أولادكم الحمد لينالوا الرضا لا نربط سعادتنا بماديات قد تزول فنركض ونلهث وراء غيرها والدنيا لا تنتهي انعلم أولادنا وانعلم أنفسنا نقول يا رب لك الحمد يا رب لك الحمد على عينين نرى بهم الطريق يا رب لك الحمد على أذنين نسمع مهم الخبر يا رب لك الحمد على قلب نظيف ينبض بحب الناس يا رب لك الحمد على مال نأكل ونتصدق يا رب لك الحمد على آخرين يحبوننا ويسألون عنا يا رب لك الحمد على أناس يعتبون إذا ما تصلنا عليهم ما في غيرك مقطوع نعم الله لا تنتهي اربط الحمد بالرضا بالنعم ولا تربط سعادتك بأشياء مادية لأن المادة تتزول عنك أو تزول عنها فتنكسر السعادة لكن خلي دائما أدلا هدفك تقول يا رب لك الحمد الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملأ السماء وملأ الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد نسأل الله أن يرزقنا جميعا عن الرضا إنه على كل شيء قدير أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة